اليوم بقلب مليء بالسعادة لأنكم قررتم أن تكونوا مع المرأة الأيزدية والمجتمع الأيزدي في إبادتهم أنني سعيدة لأنكم لم تقفوا معنا فقط كمجتمع أنما وقفتم مع الملائين من النساء والأطفال في العراق والسوريا ومناطق الصراع وهم يعانون أمام إرهاب أعمى سخروف اليوم لنا هو شرف كبير فداعش أرادت بسبه لنا أن تأخذ شرفنا ولكن هم من خسروا شرفهم وأنكم هنا أعطيتمون الشرف داعش والمتطرفين أتوا إلينا في الثالث من آب ليمحوا الوجود الأيزدي وأعطوا لنا خيارين فقط الموت أو الإسلام داعش ارتكبت إبادة جماعية دون شك وهذه الإبادة لم تكن بالقتل فقط إنما باستعباد النساء بشكل منظم وأخذ الأطفال داعش أرادت أن تكسر فينا إرادة الحياة فقاموا بقتله حتى المعوقين والشيوخ والنساء اللواتي لم يرغبهم وقاموا بتدمير المعابط وتدمير البنية التحتية حتى لا نعود داعش والمجموعات الراديكالية العالمية لا تريد الحياة لأحد فهم يستهدفون كل من يتوقف ضد فكرهم بما فيه الملائين من المسلمين الإرهاب الإرهاب والتطرف هي عدوة الإنسانية كنت فتى في عائلتي الكبيرة كنت الأقرب إلى أمي من بين أخوتي تعلمت من أمي ماذا يعني الخير والرحمة وماذا يعني أن تتحدى الفقر كما وتعلمت من مجتمعي الصغير كيف نسلي كل ما ساء لجميع شعوب العالم قبل أن نسلي لأنفسنا تعلمت من ديانتي كيف أن الله متسامح ونبيل وأن الفرق في الدين والثقافة هو فرق اختارته الخليقة ويجب علينا أن نحترمهم داعش أخذت أمي تلك التي كانت تؤمن بجوهرة الإنسانية مع أكثر من ثمانين إمرأة يزيدية في سولا وقاموا بقتلهم جميعا لأنهم لم يرغبوهم باستعبادهم للجنس مجتمع اليوم يتفكك تحت ثقل الإبادة نصف مليون إنسان لا يعرف مستقبله إلى أين هل سنعود إلى أرضنا وكيف نعود إلى نفس الظروف التي خلقت الإبادة أم يجب علينا الهجرة وهذا ما فعله حوالي خمسة وسبعين ألف إيزيدي وأغلبهم في الألمانيا التي أشكرها من كل قلبي على أخذ مجتمعي وأيضا أشكرهم على إيواء أكثر من ألف إمرأة ناجئة للعلاج والتأهيل النفسي النصف مليون إيزيدي في العراق هم آخر وجود للإيزيدي في الشرق الأوسط وهم بقايا الآلاف بل ربما الملائين من الإيزيديين الذين أبيضوا في التاريخ وأجبروهم الظروف على الهجرة نحن ننظر إلى أوروبا رمزا للإنسانية فأوروبا تثبت اليوم بأنها كذلك بالفعل أوروبا يجب أن تكون نموذج للعالم جميعا ونموذج لتعايش التقافات لتقافات الشعوب جميعها العالم يواجه أكبر خطرين اليوم خطر الإرهاب وخطر رد الفعل من الإرهاب يجب أن نحارب الإرهاب ونجف منابعه ونعمل مع المجتمع الإسلامي حول العالم حتى يغير بعض التعاليم في الإسلام ويجعل الجوامع مكانا للرحمة والحب والسلام وليس مكانا للتطرف والتشدد كما ويجب أن نمنع التطرف والعنسرية في كل مكان التي أصبحت خطر اليوم يجب أن يحترم الفرد بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو مكان إقامته يجب أن يتم حماية الأقليات الدينية في العراق ومنها حماية مجتمع بعد هذه الإبادة وذلك عن طريق إقامة منطقة آمنة تحت حماية دولية بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان إن لم يستطيع العالم حمايتنا على أرضنا فأدعو أوروبا أن تفتح أبوابها لإجلاء نصف مليون إنسان يزدي من العراق بهجرة جماعية منتظمة كما حدث لليهود بعد الهولوكوس فنحن لا نتحمل أن نكون وقودا للإبادة والاستعبات كما ويجب تأسيس نظام محاسبة دولية وآخر محلي بمساعدة المجتمع الدولي لجلب مرتكبي الجرائم في العراق والسوريا إلى العدالة فهناك الآلاف من الإرهابين وهم خطر على العالم جميعا ويجب محاسبتهم أشكركم مرة أخرى لإعطائنا هذه الجائزة الكبيرة أقول لداعش ولجميع الإرهابين في العالم من هنا إن كنتم أخترتم لنفسكم طريق اللا كرامة فإن أوروبا أختارت لنفسها وللإنسان طريق الشرف والكرامة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر